موسيقى سلام عليكم النهاردة هنتكلم عن الملوخية الملوخية طبعا من الأكلات الشعبية المصرية الأصيلة اللي كلنا بنحبها بس مش كلنا عارفين حكايتها موسيقى الحقيقة إن تاريخ الملوخية نقدر نقول إن طلع عليه حكايات وأساطير كتير الحكاية الأولى من أيام الهكسوس كان النبات ده بينمو على دفاف النيل واسمه خية وكان المصريين القدماء فاكرينه إنه نبات سام وبيبعدوا عنه لما دخل الهكسوس مصر تعمدوا إزلال المصريين وأكبروهم إنهم يكلوا الخية وقالوا لهم باللغة المصرية الأديمة ملوخية دي كلمة مركبة على فكرة ملو يعني يكلو والخية اللي هي النبات السامدة وبقى اسمها ملوخية بس لما أكلوها لقوا إنه محدش مات منها بالعكس ده كان طعمها جميل كمان وبقت أكلة مشهورة من وقتها ملوخية 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 شديد في معدته فنصحه الدكاترة انه ياكل ملوخية لان ليها فوايد عظيمة للجهاز الهضمي وجسم الانسان وفعلا لما كانها خف من ساعتها بقى وهو حرم اكلها على عامة الشعب وبقت مقتصرة بس على الملوك والامرة وتسمت وقتها ملوكية ومع مرور الوقت اتحرفت لملوخية وطالما بقى بنتكلم عن الملوخية يبقى لازم نتكلم عن الشهقة الشهقة بقى هي كمان ليها حكايتين زمان الستات كانوا بيربوا في المطبخ طيور فلما تيجي تحط التقلية في الملوخية كانت بتشهق عشان تبعد الطيور عن الحلة اما الحكاية التانية انه كان فيه طباخ لأحد الملوك اتأخر في عمل الملوخية وسمع ان الملك هيقتله علشان اتأخر في الاكل وهو بيحط التقلية دخل عليه السياف عشان يستعجله بس الطباخ افتكر انه جاي عشان يقتله فشهق ومن هنا كان ارتباط الشهقة بالملوخية يا رب تكون المعلومة عجبتكم استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة واصلو ايه مع ان فين سيدي اشتركوا في القناة